السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعلم ما تكسبون بل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين فالله مجزه عننا وعن الإسلام خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته هذا هو الحبيب هذا هو الحبيب الذي في متحه شرفه وذكره طيب في مسمع وفمه هذا أبو القاسم المختار من مضر هذا أجل خلق الله كلهم هذا هو المصطفى أزكى الورى خلقا سبحان من خصه بالفضل والكرم هذا الذي لا يصح الفرض من أحد ولا الأذان إلا بذكر اسمه العلمي صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يشرح صدورنا وأن يبيض وجوهنا وأن يرفع أعمالنا خالصة ابتغاء مرضات ربنا في شهرنا هذا وأن يختم لنا شهر شعبان بالقبول وأن يختم لنا شهر شعبان بالرضى والرضوان وأن يختم لنا شهر شعبان بالعافية في الآل والمال والأبدان اللهم بارك لنا في أسماعنا بارك لنا في أبصارنا بارك لنا في قوتنا أبدا ما أبقيتنا اللهم إنا نسألك ونستعينك ونستهديك ونسترضيك ونستعين بك ونؤمن بك ونتوكل عليك نسألك يا ربنا سؤال العبيد الضعفاء المساكين سؤال من لا يجد ملجأ ولا منجأ منك إلا إليه ندعوك يا الله أن تغفر لإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا يا رب العالمين احفظ إخواننا في فلسطين اللهم احفظهم من هذا البرد القارس واحفظهم من هذا العدو المتمرد العنيد احفظهم يا ربنا من شر تحالف العالم عليهم احفظهم من كيد الكائدين ومكر الماكرين احفظهم من كل شر يحيط بهم يا قوي يا متين أنزل عليهم بركاتك أنزل عليهم سكناتك أنزل عليهم رحماتك أنزل عليهم من السماء جنوذا تؤيدهم وتعينهم وتثبتهم بحولك وقوتك يا قوي يا متين وبعد إخوتي أحبتي في الله مع واحدة ممن وصفهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإيمان وأي شرف وأي عز وأي مكانة وأي منزلة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأخوات المؤمنات أو الأخوات الأربع مؤمنات أربع ميمونة بنت الحارث وأم الفضل بنت الحارث وأسماء بنت عميس وسلمة بنت عميس صاحبتنا من هي سلمة بنت عميس ابن معد أو معد سلمة بنت عميس ابن معد ابن الحارث ابن تيم أو ابن تميم ابن الحارث ابن شهران ابن خثعم الخثعمية إنها سلمة بنت عميس وهذا الاسم يذكرنا بأختها الشقيقة أسماء بنت عميس إنها سلمة بنت عميس عميس ابن معد ابن تيمة أو ابن تميم ابن الحارث ابن شهران ابن خثعم الخثعمية رضي الله عنها أبوها عميس ابن معد أو معد أمها وما أدراكم ما أمها أمها هند بنت عوف ابن زهير ابن الحارث ابن كنانا هند بنت زهير أو هند بنت عوف ابن زهير وهند بنت عوف ابن زهير علم علم من الأعلام لا في الإسلام فقط بل في الجاهلية والإسلام إنها أكرم عجوز أصهارا على ظهر الأرض ما عرفنا مرأة مثلها تزوجت هند بنت عوف أنا أتكلم عن بيتها حتى نعرف أين نشأت سلمة بنت عميس فالأم مدرسة هي التي تربي وهي التي تنتج والأم هي الأرض التي يزرع فيها الأولاد فإن كانت الأرض طيبة كان النبت طيب والبلد الطيب يطيب نباته والبلد الطيب يطيب زرعه ويطيب إنتاجه أما الذي خبث لا يخرج إلا خبث والبلد الطيب لا يخرج إلا طيبة فهذه مرأة أكرمها الله هند بن تعوف بن زهير بن الحارث أكرم عجوز أم السيدة سلمة ولماذا أتكلم عنها؟ دائما أنا لما أتكلم عن شخصية أتكلم عن البيئة التي نبتت فيها وعشت فيها البيئة التي تربت فيها لأن هذه البيئة تؤثر على الإنسان بالتأكيد الأرض والبيئة بل الأكل والشرب بل الحلال والحرام الذي يدقل البدن يؤثر في دين الإنسان وعقيدته وفكره وعقله بل يؤثر في زكائه بل يؤثر في همته وقوته لهذا كان الأكل الحلال الطيب سببا في قبول الدعاء كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسيدنا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة وذكر النبي رجلا يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب أن يستجاب له إنه لا يأكل من حلال فكيف يستجاب له ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأن يستجاب له أسأل الله أن يطعمنا من حلال وأن ينبت أبداننا من حلال نعود إلى السيدة سلمة بنت عميسي لنعرف أصلها هي بنت من؟ بنت هند ابن عوف ابن زهير هند بنت عوف ابن زهير تزوجت بثلاثة رجال الأول عميس ابن معد ابن تيم الثاني الحارث الثالث وهو أول أزواجها هو خزيمة ابن الحارث أيضا هو خزيمة تزوجت هند بنت عوف بثلاثة رجال وأنجبت تسع بنات وقيل عشر بنات الله أكبر الله أكبر أنا أقول لمن يحزن إذا أنجب البنت أقول لمن يتمنى أن يرزق الولد ويكره أن يرزق البنت تعالي يا أمه يا أختاه إلى هذه السيدة الفاضلة التي أنجبت تسع بنات دخلنا الإسلام جميعا مش بس كده تسع بنات كل واحدة فيهم تزوجت برجل من أكرم وأفضل وأعلى الرجال في التاريخ بل في عصرها وسابق عصرها كما قال أهل التاريخ أكرم عجوز أصهارا كل من تزوج ببنت من بنتها نال شرفا نالت به شرفا عظيم الأولى أول رجل تزوجت هو خزيمة بن الحارث أنجبت منه من أنجبت منه السيدة زينب بن خزيمة أول زوج خزيمة بن الحارث أنجبت منه زينب بنت خزيمة من زينب بنت خزيمة أم المؤمنين زوجة النبي الأمين الذي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم بعد بدر زينب بنت خزيمة هذه قبل أن تتزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تزوجت بابن عم النبي وهو عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب ومات شهيدا في بدر فأراد النبي صلى الله عليه وعلى أهل وسلم أن يعوضها عن فقد زوجها خيرا فتزوج فتزوجت أولا ابن عم النبي ثم لما مات عنها شهيدا تصوروا أنت هند بنت عوف ابن الحارث زوجت ابنتها لمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان زوج بنتها النبي يا سلام أي شرف أي عز أي أم أي أب أي بيت يفتخر بأن يكون زوج بنته يفتخر الأب يقول لك أنا زوجت بنتي المين أو الأم تقول زوج بنتي مين أنا حمات مين صهري مين اللي تزوج ببنتي مين ثم تزوجت بعد ذلك هند بنت عوف أمه تزوجت بالحارث ابن حزن الحارث ابن حزن أنجبت منه مين بقى أنجبت منه لبابة الكبرى ولبابة الصغرى وعصماء بنت الحارث وعزة بنت الحارث وحمد بنت الحارث كم أنجبت لبابة الكبرى ولبابة الصغرى وعصماء وعزة وحمد خمسة أولاد الحارث إهدى من الذي تزوج بلبابة الكبرى أم الفض تزوجها العباس عم النبي وأنجبت منه الفض وعبيد وعبيدة أو عبيد الله وعبد الله وقث ومعب وحبيبة كل هؤلاء أحفادها وحفيدها المبجل ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس الذي دع له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله التأويل وأن يفقهه في الدين ثم تزوجت البنت الثانية لبابة الصغرى برجل من أغنى أغنياء قريش الوليد بن المغيرة وأنجبت منه من خالد بن الوليد حفيدها ابن لبابة الصغرى خالد بن الوليد سيف الله المسلول ثم تزوجت بعد ذلك تزوجت الأول ب خزيمة ابن الحارث ثم تزوجت بالحارث ابن حزد ثم تزوجت بعميس ابن معد ابن تيم ابن الحارث عميس أنجبت منه بنتين الأولى أسماء بنت عميس الثانية سلمة بنت عميس بنتها بقى اللي هم أخوات السيدة سلمة بنت عميس الأولى زينب بنت خزيمة أم الفضل بنت الحارث لبابة الصغرى بنت الحارث عصماء بنت الحارث عز بنت الحارث حمدة بنت الحارث أسماء بنت عميس ثم كانت سلمة بنت عميس أسماء بنت عميس أختها تزوجت بمن بجعفر ابن أبي طالب ومات عنها جعفر رضي الله عنه وأرضاه في سنية مؤتة ثم تزوجها من بعده أبو بكر الصديق خليفة رسول الله فأنجبت منه محمد ثم مات عنها أبو بكر فتزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الرابع وأنجبت منه يحيى ابن علي إهدى ثم كانت الأخيرة سلمة بنت عميس لما نتكلم عن البيت الذي نشأت فيه نشأت في بيت من في بيت أمها هند بنت عوف بن زهير أصهرها اتنين خلفاء اتنين أعمام النبي اتنين أبناء عم النبي ثم واحدة هي ميمونة بنت الحارث واحد من بناتها أم الفضل لباب الصغرى ميمونة بنت الحارث ميمونة بنت الحارث هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي آخر من تزوج النبي من نسائه صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وتزوجها في السنة السابعة في عمرة القضية رضي الله عنها وأرضاها أصهرها أكرم عجوز من أصهرها اتنين من أولاد عم النبي ابن عم النبي جعفر ابن أبي طالب وابن عم النبي علي ابن أبي طالب وابن عم النبي عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ثلاثة من أبناء عم ثم تزوجت بخليفتين أصهرها خليفتين سيدنا أبو بك وسيدنا علي رضي الله عنهم جميعا ثم تزوج بناتها بعمين للنبي واحد هو العباس والثاني هو حمزة ثم كان سيد الجميع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سلم بنت عميس من إخوتها كانت تدخل بيت النبي تدخل بيت النبي لأنه كان متزوج بأختها من أمها زينب بنت خزيمة ثم كانت تدخل بيت النبي لأن النبي تزوج من أختها لأمها يعني أخت الأم السيدة ميمونة بنت الحارث كانت تدخل بيت العباس رضي الله عنه وأرضاه عم النبي الذي كان يباهي به هذا عمي والعم والد وعمها وزوج أختها العباس زوج أم الفضل بنت الحارث ثم زوج أختها المغيرة الوليد بن المغيرة المغزومي سيد من أثرياء مكة وابنه خالد بن الوليد ثم كانت أسماء بنت عميس التي تزوجت بجعفر بن أبي طالب وأنجبت منه ثلاثة أبناء عبد الله وعون وكل هؤلاء من أهلها الذين عاشت معهم لهذا كانت كثيرا ما تأتي إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما نتكلم عن شرف عظيم عن مكانة عظيمة لهذه السيدة لهذا أردت أن أتحدث عنها أولا لبيان أن إن جاب البنات ربما أتى بخير عظيم كلنا حتى في كثير من البيوت تقول إن المرأة إذا زوجت ابنتها لكريم امتلكت بنتها وزوجها بقى لها بنت ولها زوج بنت في منزلة الإبن لها بنت وزوجتها برجل فصار الرجل كأنه ابنها لأنها اختارت لبنتها كريمة اختارت لبنتها أصيلة اختارت لبنتها رجلا لا أي رجل بل انتقت واختارت وهذه المرأة العجيبة هذه المرأة الكاملة هذه المرأة العاقلة اختارت لبناتها رجال كل رجل فيهم يزن آلاف الرجال ويأتي على رأسهم سيد الرجال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا متصور وأتصور معكم لو هند بن تعوف بن زهير أم السيدة سلمة بن تعميس لو عملت عزومة لما يكون في عيد لما يكون في مناسبة وتدعي بنتها وأحفدها وأزواج بنتها مين اللي هيروح البيت مين اللي هيحضر العزومة تصوروا كده مين يشهد هذه العزومة إهدى العباس جعفر بن أبي طالب علي بن أبي طالب أبو بكر الصديق من من هيشهد هذا الوليد بن المغيرة رامع إنه ما أسلمش لكن ابنه خالد بن الوليد ثم يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يكون حمزة سيد الشهداء زوج السيدة سلمة بنت عميس رضي الله عنهم جميعا وأرضاه بالله عليكم شوف أي فرحة تدخل قلب هذه الأم وأي فرحة طبعا سلمة بنت عميس أصغر بنتها فشهدت زواج أخواتها جميعا شافت يوم فرح أختها زينب بن تخزيمة على النبي وشافت فرح أختها على العباس بن عبد المطالب وشافت فرح أختها على الوليد بن المغيرة وشاهدت فرح أختها على جعفر بن أبي طالب شاهدت هذه الأفراح كلها وهي ما زالت صغيرة في مكة وحضرت هذه الأفراح أي فرح فرح إيبا كان شكله إيه رأس واختلاط رجال ونساء وتخرج العروس عارية تماما وتمسك بيد هذا وترقص مع هذا لا يخدها شوية وإذا يخدها شوية يرقص معها والعريس أيضا العروس الرجل يروح يرقص مع النساء والأفراح اللي بنشوفها في زماننا هذا التي يندى لها الجبين أي والله يستحي المرء أن يرى هذا فما بالك بمن ينشره ويباهي به علانية كشيفة فضائح أبدان عارية أجساد عارية قلوب خاوية خاوية من الحياء والاستحياء خاوية من الشهام والمروء خاوية حتى والله من كرامة النفس وعزة النفس أنه يعرض زوجته في كامل زنتها وكمال جمالها مش جمالها الطبيعي جمالها المزيف المزركش المزين عارية تفرح وينشر هذا ويأتي الناس بعدها يقولوا أما ليلة الله ما رأينا مثلها ما شهدنا جمالها والله يعلم الله أن بعض المرات لو ترى العروس قبل أن تتزين إيش هذا ما هي ماذا حدث حولت هؤلاء كيف كان زواجهم وعرسهم حياء وأدب وفرح فرح حقيقي ثم إننا نعيش مع السيدة سلمة بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها التي خرجت من هذا البيت إسلامها عاشت وولدت وتربت وترعرعت في بيت أمها وأهلها في مكة إذ كان أبوها حليفة كان أبوها حليفا لبني هاشم وعاش في مكة وتزوج بهند بن تعوف وأنجبت له وأنجبت له أسماء وأنجبت له سلمة ولما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من السابقين الأولين إلى الإسلام زوج أختها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فأسلم جعفر وأسلمت أسماء وأسلمت سلمة وأسلمت جميع أخواتها زينب بنت خزيمة وكلهن أسلمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل إن سلمة بنت عميس وأختها أسماء أسلمت في يوم واحد قبل أن يدخل النبي دار الأرقم ابن أبي الأرقم فهي سابقة إلى الإسلام وده كمن بيدعونا إلى أمر إن البيوت التي تتربى على المحبة والمودة وحسن الصلة بين الإخوة والأخوات تراهم جميعا كشخص واحد فلما أسلمت أسماء أسلمت أيضا سلمة رضي الله عنها وأرضاها وأسأل ربي أن يختم لي ولكم بخاتمة الإسلام اللهم إنك رزقتنا الإسلام من غير أن نسأل ونسألك الجنة ونتضرع إليك يا ربنا فارزقنا الجنة ونعيمها وأجرنا من النار ومن حرها قلت ما سمعتم وأسأل الله أن يجمعني بكم على خير وأستبدعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته